الحمد لله رب العالمين الحمد لله له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف الخلق أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا شبيه له ولا مثيل له ولا ضد ولا ند ولا أين ولا مكان ولا جهة ولا حيز له سبحانه سبحانه تنزه ربي عن القعود وعن الجلوس وعن الحركة والسكون وعن الاتصال وعن الانفصال سبحانه سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا وقرة أعيننا ومخرجنا من الظلمات إلى النور محمد الرسول الله صلى الله عليه وعلى كل رسول أرسله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا من انشق لإشارتك القمر وسلم عليك الحجر والشجر الصلاة والسلام عليك يا من قال لك أبو هريرة يوما يا رسول الله إني إذا رأيتك طابت نفسي وقرت عيني صلى الله عليه وعلى كل رسول أرسله أعزائي المشاهدين طبتم وطاب مسعاكم في الخيرات بإذن الله تبارك وتعالى ما زلنا في هذه المجالس الطيبة المباركة مجالس الخيرات وفي كل مجلس من مجالسنا نتناول صفة من صفات وأخلاق نبينا عليه الصلاة والسلام التي جاء بها عليه الصلاة والسلام حيث خاطبه ربه قائلا وإنك لعلى خلق عظيم الأخلاق المحمدية الأخلاق النبوية التي جاء عليه الصلاة والسلام ليتممها قال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق واليوم أحببنا أن نعيش مع قول الله تعالى لنبيه خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين فهذه الآية فيها الحث والحض على حسن الخلق وعلى الصفح وعلى العفو وعلى التواضع وعلى مكارم الأخلاق ولقد صدق من قال في وصف نبينا عليه الصلاة والسلام فمحاسن الأخلاق إن حشدت فليست غير سطر في كتاب محمدي ونفائس الأزهار إن نفحت فليست غير عطر من عبير محمدي ومناقب السادات إن جمعت فليست غير نجم في سماء محمدي فلتسمع الدنيا فقلبي قد شد فخري بأني عاشق لمحمدي فلتسمع الدنيا فقلبي غرد فخري بأني خادم لمحمدي فإذا مدحت محمدا بقصيدتي فلقد مدحت قصيدتي بمحمدي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم إخوة الإيمان والإسلام لو نظرنا إلى آيات القرآن الكريم ووجدنا أن القرآن الكريم ربنا سبحانه وتعالى خاطب نبيه في آية من الآيات وذكر فيها عددا من الأنبياء ثم قال له أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده الرسول عليه الصلاة والسلام هو أعلى العالمين رتبة وهو أفضل المرسيين درجة ومع ذلك فإن الله قال له أولئك الذين هدى الله أي الأنبياء الذين كانوا قبلك عليهم الصلاة والسلام لأن الأنبياء من آدم إلى من سيدنا آدم وهو أول الأنبياء إلى خاتمهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هم في أعلى الرتب وفي أجل المقامات في حسن الخلق فالله قال له فبهداهم اقتده أي الله أمره أن يقتدي بمن سبقه من الأنبياء ليس بما خصوا به من أمور الشرائع إنما هو حث على مكارم الأخلاق وعلى التواضع والرسول صلى الله عليه وسلم كان بلغ الغاية في ذلك الرسول كان بلغ الغاية في ذلك ولكن الأمر هنا يعني الأمر بالاقتداء بالأنبياء والسير على منهاجهم هو أمر لأمته عليه الصلاة والسلام يعني استمر على ما أنت عليه يعني كما ورضى في القرآن يا أيها النبي اتق الله ليس معناه أن النبي غير متق لربه لا معناه النبي متق لله عز وجل هو أتقى المتقين صلى الله عليه وسلم ولكن أمر هنا للنبي يعني داوم على ما أنت عليه وأمر لأمته صلى الله عليه وسلم وحث لأمته عليه الصلاة والسلام معانا اتصال السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله لو سمحت يا شيخ أنا بنصلي الضحى كل يوم بفضل الله عز وجل الحمد لله ساعات بننسى يعني مثلا أنا بصلي ركعتين ركعتين أربع ركعت ساعات بننسى ونجمع الأربعة مع بعض ينفع ولا ما ينفع بننسى فاعد بتجمعيهم بتشاهد واحد لا بتشاهدين بنتشاهد التشاهد اللي في النص لا في النص في النفل بتخليهم بتشاهد واحد تمام هو الأحسن مثنى مثنى كما ورد بننسى فاعد بننسى لو نسيتي خلاص بتعمليهم بالتشاهد الأخير وبتصلي إلى أربعة بارك الله شكرا فالأمر حينما يأتي للنبي عليه الصلاة والسلام كما قلنا يا أيها النبي اتق الله يعني معناه دم على ما أنت عليه داوم عليه استمر على ذلك وفي نفس الوقت هو أمر لأمته عليه الصلاة والسلام هو أمر لأمته عليه الصلاة والسلام فلما قال الله أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده يعني سر على هذه المكارم وعلى هذه الأخلاق وأيضا هذا خطاب للأمة لأن ساداتنا الأنبياء يعني كما قالوا عادات السادات سادات العادات وأسيادنا الأنبياء علينا أن نقتدي بهم علينا أن نسير على نهجهم لأن في اتباعهم وفي السير على منوالهم وفي اتباع صفاتهم وأخلاقهم هذا فيه الفلاح والنجاح في الدنيا والآخرة فهذا الأمر من الله لنبيه فيه الحث والتوجيه للأمة ليعملوا بذلك ومن جملة هذه الصفات التي يعني رؤيت عن ساداتنا الأنبياء التواضع وهو خلق عظيم لأن هذا فيه حث كنا على الصفح والتواضع وعلى العفو أن تعفو عمن ظلمك وأن تعفو عمن أساء إليك إلى غير ذلك لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال من تواضع لله رفعه الله فالتواضع من حسن الخلق وهو من شيم الأنبياء ولقد صدق من قال إن التواضع من خصال المتقي وبه التقي إلى المعالي يرتقي إن التواضع من خصال المتقي وبه التقي إلى المعالي يرتقي وقال بعضهم تواضع تكن كالنجم لاح لناظر تواضع تكن كالنجم لاح لناظر على صفحات الماء وهو رفيع ولا تكو كالدخان يعلو على طبقات الجو وهو وضيع يعني النجم حينما تنظر مثلا لما تكون ليلة صافية طرح النجم ظاهرة على وجه الماء والنجم مرتفعة عالية فهو الشعر شبه قال تواضع تكن كالنجم لاح لناظر على صفحات الماء وهو رفيع ولا تكن كالدخان الدخان يكون في الأرض ثم يعلو ويرتفع وهو وضيع لذلك الواحد منه ينبغي أن يتواضع لله ينبغي أن لا ينتصر لنفسه ينبغي أن لا ينتصر لنفسه بل عليه أن يصبر عليه أن يكذم غيظه لذلك ورد في الحديث النبي عليه الصلاة والسلام قال من كذم غيظا وهو يستطيع أن ينفذه يعني قادر على إنفاذه دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيره في أي الحور شاء هذا لعظيم فطل كذم الغيظ الإنسان عليه أن يكذم غيظه ولا يمشي خلف شهوات نفسه ولا يمشي على هواه لأن الهوى كما ورد الهوى يعمي ويصم يعمي أي عن رؤية الحق كثير من الناس عندهم قوة البصر ولكن الله أعمى قلوبهم كما قال الله تعالى فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور فالإنسان إذا اسود القلب بالمعاصي والذنوب والكفر والعياذ بالله تعالى لا يستطيع أن يرى الحق بعض الذين يعني كانوا حاربوا النبي في بدر يعني رأوا الملائكة رأي العين وهي تقاتل مع رسول الله ومع الصحابة ومع ذلك بعضهم ما أسلم إلا بعد سبع سنين الله يهدي من يشاء فلذلك قالوا الهوى يعمي ويصم والهوى هو ما تميل إليه النفس وورض هنا على سبيل الذنب هو ما تميل إليه النفس وهو أمر مذموم إن اتبعته هذا يهوي بك ينزل بك إلى الهاوية ولذلك ساداتنا الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم صبروا أيما صبر وتحملوا يعني الإيذاء تحملوا أذى أقوامهم تحملوا كثيرا في سبيل الدعوة إلى الله في سبيل الدعوة إلى الحق هذا سيدنا نوح عليه السلام كان قوي البنيان قوي الجثة ومع ذلك يعني صبر على قومه وتحمل أذاهم صبر عليهم ألف سنة إلا خمسين عاما صبر عليهم ألف سنة إلا خمسين عاما لماذا هو يدعوهم إلى الحق هو يحسن إليهم يدعوهم إلى لا إله إلا الله يدعوهم إلى دين الإسلام العظيم ومع ذلك هم يقابلونه بالإساءة يقابلونه بالأذى كانوا يضربونه عليه الصلاة والسلام حتى بلغت العصى ذات مرة إلى عظمه يعني حتى يغمى عليه فيحمل ويوضع أمام بيته مرة واحد منهم كان يسير في الطريق ومعه حفيد له يحمله ونوح عليه السلام كان ساجدا متضرعا إلى ربه فهذا الرجل يعني انظروا وصل بهم إلى صاروا يوصي بعضهم الآخر الأب يوصي الولد والحفيد إلى نحو ذلك فهذا الرجل قال لحفيده قال له احذر هذا الشيخ الساجد إياك أن تتبعه فقال له هذا الحفيد ولما قال له لقد بلغني عن أبائي هكذا وعن أبائي أبائي أنهم كانوا يحذروننا منه والعياذ بالله تعالى هو يحسن إليهم هو ما أساء إليهم هو أحسن إليهم دعاهم إلى عبادة الله يريد أن يخرجهم من عبادة الصور والأجسام من عبادة الهيئات من عبادة الأجسام من عبادة الصور إلى عبادة الله الواحد الأحد خالق الأجسام والصور سبحانه وتعالى الذي لا يشبه شيئا من خلقه يدعوهم إلى لا إله إلا الله لأنه يريد لهم النجاة النجاة من الخلود الأبدي من نار جهنم يريد لهم دخول الجنان أي إحسان أعظم من هذا ومع ذلك قابلوا إحسانه بالإساءة قابلوه بالضرب قابلوه بالإهانة ونحو ذلك ومع ذلك هو صبر ومع ذلك هو صبر ولو نظرنا إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى تحمله كيف صبر عليه الصلاة والسلام يعني صبر أيما صبر صلى الله عليه وسلم هو الذي قال أوذيت في الله وما أوذي أحد وأخفت في الله وما أخيف أحد النبي عليه الصلاة والسلام قالوا عنه شاعر قالوا عنه مجنون قالوا عنه ساحر قالوا عنه كثير من الأقاويل ومع ذلك هو كان يتواضع وكان عليه الصلاة والسلام يعفو ويصفح صلى الله عليه وسلم ذات مرة كان يعني ساجدا عند الكعبة وكفار كريش يجلسون فقام أبو جهل عدو الله أراد أن يقتل النبي عليه الصلاة والسلام يعني تكلم مع بعضهم قالوا من يقتل محمدا هو ساجد فقام أبو جهل وأراد أن أخذ حجرا أراد أن يلقيه على النبي عليه الصلاة والسلام وهو ساجد فذهب متكبرا منتفخا ثم عاد يرتعد مصر وجهه وخائف فقالوا له ما بك ما الذي أصابك قال له والله لما اقتربت منه وجدت كأن وحشا عظيما أراد أن يلتقمني الله يدافع عن نبيه والله يعصمك من الناس صلى الله عليه وسلم وذات مرة ألقوا عليه الأذى صلى الله عليه وسلم ومع ذلك النبي صلى الله وتأتي السيدة السيدة فاطمة الزهراء رضي الله عنها أم الحسنين زوجة علي رضي الله عنهم جاءت وهي يعني تزيل الأذى عن النبي صلى الله عليه وسلم وهي تبكي والنبي يقول لها لا تبكي يا بنيتي فإن الله ناصر أباكي لا محالة لا تبكي يا بنيتي فإن الله ناصر أباكي لا محالة خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين خذ العفو هذا أمر من الله تبارك وتعالى لنبيه ولأمته لامتثال هذا هذا الأمر خذ العفو وأمر بالعرف أي المعروف وأمر بالعرف أي المعروف أعفو عما ظلمك هكذا علمنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فالواحد منا عليه أن يسير على نهج ساداتنا الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم علينا أن نسير على نهجهم علينا أن نتمثل صفات هؤلاء الأكابر النبي صلى الله عليه وسلم يعني أهل مكة فعلوا به ما فعلوا أهل مكة فعلوا به ما فعلوا يعني فعلوا به كثير من الأمور من الشتم والإيذاء والضرب ونحو ذلك ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام لم يعاملهم بالمثل بل صبر وتحمل بل إنه صلى الله عليه وسلم يعني لما أخرجوه من مكة هو ما هرب من مكة ليس كما عبر بعض الأشخاص وقال هرب النبي لا النبي لم يهرم النبي هو أشجع خلق الله صلى الله عليه وسلم كان سيدنا علي رضي الله عنه يصف ويقول كنا يعني إذا اشتدت المعركة وحمرت الحدق كنا نحتمي برسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يكن أحد منا أقرب إلى العدو منه صلى الله عليه وسلم هو رسول الله هو حبيب الله صلى الله عليه وسلم سيد المتواضعين صلوات ربي وتسليماته عليه لما أخرجوه من مكة وقف على رباها وقال ما أطيبك من بلد وأحبك إلي ولولا أن قومي أخرجوني منك ما سكنت غيرك صلى الله عليه وسلم وهذا يعلمنا شيء آخر يعلمنا أن يحب الإنسان وطنه وأن يحب الإنسان يحب بلده ويحب وطنه ويحافظ عليه يحافظ على وطنه وعلى بلده من كل ما يحيط به من مكر أو سوء أو أذى هذا من تعاليم النبي عليه الصلاة والسلام كان يحن إلى مكة حتى بعد أن هاجر إلى المدينة دعا الله وقال اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة وأكثر وكان إذا جاء أحد من مكة كان النبي عليه الصلاة والسلام يسأله صف لي مكة كيف تركت مكة كيف رباها كيف كذا كيف كذا قلبه متعلق بها حتى إن واحد من الصحابة لما جاء وجعل يشرح للنبي عليه الصلاة والسلام يعني عن أرضها وعما فيها فقال له حسبك دع القلوب تقر قرارها يعني لا تشوقنا أكثر إليها فهذا يعلمنا يعلمنا حب الأوطان يعلمنا أن يحافظ الإنسان على بطنه أن يحافظ الإنسان على بلده أن يحافظ الإنسان يعني لا يترك بلده أن تكون لعبة لا يترك بلده أن تكون لعبة في أيدي العابثين والفاسدين والمفسدين في أيدي الذين لا يريدون الخير لبلادهم علينا أن نحافظ على بلادنا وأن نحافظ على أوطاننا فالنبي عليه الصلاة والسلام قالوا عنه ساحر وقالوا عنه شاعر وقالوا عنه مجنون بل وصل بهم السخافة وصلت بهم إلى أن اتهموا النبي صلى الله عليه وسلم في عرض بيته اتهموا السيدة الجليلة الطاهرة المبرأة السيدة عائشة رضي الله عنها اتهموها في شرفها ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم صبر وتحمل صبر وتحمل عليه الصلاة والسلام ولم يقابل الإساءة بالإساءة بل كان يقابل الإساءة بالإحسان فإن المقرر في الشريعة الإسلامية أن ثواب من يقابل الإساءة بالإحسان هذا ثوابه أعظم النفس مجبولة على حب مقابلة الإحسان بالإحسان وهذا يسمى من باب المكافأة فلان أحسن إلي أنا أحسن إليه فلان يعني ضحك إليه ابتسم إليه فأنا أبتسم إليه هذا يرد شيء بشيء المثل بالمثل هذا سهل على النفس خفيف على النفس لكن الأصعب أن تعفو عن من ظلمك وأن تحسن إلى من أساء إليك لذلك كان هذا ثوابه في الشريعة أعظم هذا أعظم ثوابا لماذا؟ لأنه يتضمن أمران يتضمن مخالفة النفس والهوى النفس لا تحب ذلك ولا تهوى ذلك بل هذا يكون ثقيلا عليها كثير من الناس يعني كل الناس سهل عليهم أن يقابل الإساءة بالإساءة أما الصعب ما هو؟ الصعب أن تقابل الإساءة بالإحسان فلان يحسن إليك أنت تحسن إليه وهو يسيء إليك وأنت تحسن إليه هذا أصعب هذا يحتاج إلى مخالفة النفس والهوى ويحتاج إلى كظم الغيظ لذلك كان ثوابه أعظم لذلك كان ثوابه أعظم وهذا نبينا عليه الصلاة والسلام صلوات ربي وتسليماته عليه لما دخل مكة وحاصرها من جهاتها الأربع يعني بعد أن أخرجوه من بلده وهاجر إلى المدينة ثم عاد بعد ذلك فاتحا منتصرا يعني كان معه جيش قرابة عشرة آلاف مقاتل حاصر مكة من جهاتها الأربع حتى إن كفار قريش خافوا وهربوا واختبأوا في بيوتهم يعني وحصل لهم الرعب ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل إلى مكة دخل متأطئا رأسه تواضعا صلى الله عليه وسلم وواحد من الصحابة كانت معه الراية يقول اليوم يوم الملحمة فالنبي أخذ الراية منه وقال بل اليوم يوم المرحمة صلى الله عليه وسلم ثم مع كل هذا وهو الذي أخذوا ماله وأخرجوه هو وأصحابه وأخذوا أموالهم وفعلوا بهم ما فعلوا حصره في شعب أبي طالب ومنعوا عنهم الطعام والشراب يعني فعلوا بهم الكثير افطروا عليه قالوا عنه ساحر قالوا عنه مجنون قالوا عنه شاعر قالوا عنه ما قالوا ومع كل ذلك لما عاد فاتحا منتصرا صلى الله عليه وسلم يدخل مطاطئا رأسه تباضعا لله تبارك وتعالى ويقول اليوم يوم المرحمة ثم لما يجمع كل هؤلاء يقول لهم ما تظنون أني فاعل بكم ما تظنون أني فاعل بكم فقالوا أخ كريم وابن أخ كريم لأنهم يعرفونهم صلى الله عليه وسلم فقال لهم اذهبوا فأنتم اطلقا الله أكبر الله أكبر يعني من منا يتحمل ذلك من منا يطيق ذلك يعني يفعل بك كل هذا تضرب يقال عنك ساحر يقال عنك مجنون يقال عنك كذا يقال عنك كذا يقال عنك كذا تتهم في أهلك ونفسك يساء إليك ومع ذلك تحسن إليهم قال لهم اذهبوا فأنتم اطلقاء فبسبب هذا التواضع وبسبب هذا العفو دخل كثير من الناس في دين الإسلام العظيم حتى نزل قول الله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا دخل كثير صارت العرب صارت قبائل العرب تدخل في دين الله أفواجا يعني كل ذلك بسبب ماذا بسبب أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام وبسبب تواضع النبي عليه الصلاة والسلام وبسبب صبر النبي عليه الصلاة والسلام وتحمل النبي عليه الصلاة والسلام وبسبب مقابلة الإساءة بالإحسان لذلك النبي لما أوصى بعض الصحابة قال له أحسن إلى من أساء إليك أحسن إلى من أساء إليك واعفوا عمن ظلمك علينا أيها الأحبة أن نسير على هذه الأخلاق المحمدية أن نسير خذ العفو وأمر بالعرف العرف أي المعروف والله امتدح هذه الأمة فقال كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر فالعرف هنا المقصود به هو المعروف الذي أمر الله به والمعروف كل ما حسنه الشر فعلينا أن نعمل بمثل كل هذا وأعرض عن الجاهلين لا تلتفت إلى من أساء إليك لا تلتفت إلى من ظلمك بل عف واصفح وسلم الأمر لله سبحانه وتعالى فإذا سرنا على هذا المنهاج القويم إذا امتثلنا هذه الأخلاق المحمدية فنكون بذلك يعني نتقدم وتسير الأمم إلى الأحسن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المتقين ونسأله أن يحسن أخلاقنا إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته